ترمب قال كلمته وأعلن انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران ليعود الوضع كما كان عليه قبل اتفاق فيينا عام 2015 عقوبات اقتصادية قادمة على المدى المنظور تبدأ على شكل دفعات وتستمر لأشهر لجس نبض طهران اقتصاديا وعسكريا وما سيتخذه النظام الإيراني من إجراءات ردا على قرار ترمب القيادة العسكرية في إيران عادت إلى أسلوب ما قبل الاتفاق النووي توعد بالرد خارج حدود إيران والكلام هنا عن العراق وسوريا ولبنان واليمن فإيران تستعد للرد العسكري في هذه الدول لا سيما في مناطق النفوذ المشترك مع الأمريكيين وحلفائهم صحيفة آي البريطانية نشرت مقالا تحليليا صلت الضوء على تداعيات قرار ترمب على منطقة الشرق الأوسط قالت فيه إن فشل الاتفاق يعني أن إيران قد تشجع ميليشياتها على شن هجمات ضد قواعد أمريكية كما ستحرض ميليشي حزب الله اللبناني على ضرب مصالح الكيان الصهيوني لكن الوقائع على الأرض تخالف التصريحات إذ أن وضع إيران عسكريا بات أقوى نتيجة تمددها في دول الجوار خلال السنوات القليلة الماضية والذي تم تحت أنظار الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها المنتشرة في العراق وسوريا بل أن الآلة العسكرية الإيرانية مارست عملها بالقرب من المعسكرات الأمريكية في أكثر من مناسبة ما يطرح تساؤلات حول السبب الحقيقي لغض النظر عن التغول العسكري الإيراني وأخرى حول مدى نجاعة العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب من جديد لسيما بعد تحرير مليارات الدولارات وعودتها إلى الخزينة الإيرانية خلال السنوات الثلاث الماضية وثم تمن يذهب بالقول إلى أن تقاطع المصالح اقتضى الانسحاب من اتفاق هش كما يوصف لم يمنع إيران من الانتشار عسكريا في دول عربية رغم تجميد مؤقت لنشاطها النووي والصاروخي مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن طهران نظرة سريعة على وضع إيران في المنطقة ستفضي إلى خلاصة مفادها أن إنهاء النفوذ الإيراني قريبا أمر صعب دون تدخل عسكري بري لا يبدو ممكنا في الوقت الراهن